الموساد الموساد يعلن عن حكته لزيادة اعداد مصايد العسل الجمال والزكاء هم كل الشروط والحخمات بيقولوا ان كل شيء مباح علشان خطر اسرائيل المال والجمال والحيلة فحرب الموساد كل شيء مباح ادروا من خلال الجنس الناعم انهم يغتالوا قادة ويكشفوا خطط ويفجروا مفاعلات نووية اسرائيل بتديهم رتب عسكرية وكمان بعضهم مسك وزرات كاملة صديقي المشاهد لو عايز تعرف اكتر عن مصايد العسل واسراره في الموساد الاسرائيلي وعن النساء اللي قاموا بعملياته وازاي يستخدموا حيالهم من الجمال الفاتن مع المكر والدهاء يبقى لازم تتابع معنا الفيديو للاخر ولكن كالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تعملوا اللايك للفيديو واشتراك في القناة واتفعلوا الزر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد مبدئيا كده يا صديقي خليني اقولك ان المرأة هي السلاح رئيسي في الموساد الاسرائيلي في البداية كان دور النساء في الموساد مقتصر على ما يسمى بمصيادة العسل ومصيادة العسل دي من المهام الخاصة اللي بتقوم بيها الجاسوسات وبيستخدموا فيها اسالبهم علشان يتصنطوا على الاجهزة الامنية الخارجية لدول وكيانات وحتى جماعات ويوصلوا لكل الاخبار اللي هم عاوزينها لكن مع الوقت اتحول دور النساء الاسرائيليات لدور اكبر من كده بكتير وبقوا يشاركوا في عمليات الاغتيال وده بالضبط اللي اعترف بيه تامير باردو رئيس الموساد السابق اللي وصف الجهاز بانه عصابة قتل منظم وان معظم عملياته بتبقى سرية ومجهولة تماما العجيب كمان ان جهاز الموساد نشر اعلان في الصحف الاسرائيلية وفي شبكات التواصل الاجتماعي بانه محتاج عدد كبير من النساء لتجندهم واشترط في صيغة الاعلان ان النساء اللي راغبة في التقديم لازم تكون صاحبة شخصية مميزة علشان يتم تعينها في وظيفة زابطة جامع معلومات ودي الوظيفة الاعلى مرتبة في الجهاز كله الموساد لما بيقول شخصية مميزة فهو يقصد انها تكون مميزة بالصبر وعندها قدرة انها تقوم بمهمتها في وسط الظروف الصعبة اللي ممكن تقابلها او تحت اي ضغط كبير بيفضل كمان ان النساء تكون بتعرف تتكلم لغات اجنبية لانها هتقوم بنشاطات طارقة في بعثات خارجية لو اطلب الامر منها فالموساد بيحب يجند النساء اللي عاشوا لسنين طويلة في الدول الغربية لانهم بيلقوا سهولة في الكلام بلغة البلد اللي تولدوا فيها وطبعا وقبل كل شيء لازم تتخلى النساء عن اي رادع اخلاقي علشان تقوم بوظيفتها كما ينبغي ان تكون ومن ضمن الشروط اللي بتتقبل بيها هي الدقة والحذر والتركيز في المهام الموكلة ليها علشان تتجنب الوقوع فاي خطأ يكشفها ويكشف منظومتها بعد كده بتحصل عملية تصنيف قاسية جدا للمتقدمين وبيقبل الموساد من بين 100 مرشحة نسائية مرشحة واحدة بس فيها كل المواصفات اللي ذكرناها مع قدرتها على التمثيل والمخادعة والتأثير في الاشخاص الحقيقة كمان ان التاريخ جهاز المخابرات الاسرائيلي حافل بعشرات القصص والحوادث اللي بتشير لكتير من فتيات الموساد في عمليات التجسس والخطف والاغتيالات واشارت كتير من التأثيرات ان النساء بيمثلوا حوالي 20% من القوى العاملة في المهام التمهيدية والتكتيكية جوه الموساد وبيتصرف على ميزانية الجهاز التابع لرئيس الوزراء الاسرائيلي مبالغ ضخمة وكبيرة جدا ودلوقتي بقى يا صديقي تعالى عرفك على اشهر النساء في جهاز الموساد الاسرائيلي واللي كان منهم الزا ماجان اللي وصلت لاعلى منصب بلاغته امرأة في تاريخ الجهاز اللي هو منصب نائبة رئيس الموساد الزا اتولدت في القدس لوالدين من اصل الماني واخترها الموساد في الستينيات علشان تسافر على النمسا وتقوم بتجنيد عالم الماني متخصص في تصنيع الصواريخ ووقع الاختيار على الطعم لانه كان بيشتغل مع طاقم علماء المان في مصر وعلى علاقة ببرنامج التسليح المصري في عهد حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبعد كده اتنقل العالم لاسرائيل وعرفة الزا تجنده وقدم اسرار البرنامج برمته لمخابراتها بعد نجاح الزا ماجان في المهمة اللي كانت وقتها عندها فيها 24 سنة بس شاركت في عمليات تانية كتير فقامت بملاحقة قادة منظمة ايلول الاسود اللي بحسب كلام تل قبيب فهي مسؤولة عن مقتل الرياضيين الاسرائيليين في ميونيخ سنة 1972 فالموساد كان معتمد على ماجان في جمعها لمعلومات عن القادة الفلسطينيين علشان يعرفوا يستهدفوهم ماجان بعد خدمتها في الموساد اتقعدت وبقت كبيرة في السن وبتقضي معظم اوقاتها في ملاعب الجلف وعلى شواطئ البحر مع عيلتها في تل قبيب فيه كمان عملية غضب الله الاسرائيلية اللي كانت ضمن ضحاياها القائد الفلسطيني علي حسن سلامة اللي قاد العمليات الخاصة ضد المخابرات الاسرائيلية في العالم حسن سلامة كان ملقب بالامير الاحمر وتم اغتياله في بيروت على ايد عميلة الموساد اريكا تشيمبرز ودي بقى رسامة بريطانية نقلت عشتها في بيروت علشان تقوم بالمهمة دي مخصوص اريكا انتحلت شخصية متطوعة بريطانية في منظمة خيرية وكانت عضوة نشطة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فاستخدمت في العملية دي اسلوب الانتحال والتنكر بدل من الاغواء المهم ان اريكا كانت متسترة تحت غطاء التطوع وكانت لما بترجع من رحلاتها في الخارج بتكون حاملة تبرعات للاطفال الفلسطينيين بحجة انها جمعتها في بريطانيا وبعد كده استأجرت بيت في شارع فردان بيطل على بيت سلامة وقامت برصد تحركاته ومواعيده ومن هنا بدأ مخطط الاغتيال تحت اسم عملية القتل الديق وفي يوم 22 يناير سنة 1979 الصبح بدري نزلت اريكا للشارع القريب مما كان بيت حسن سلامة زي ما بتعمل كل يوم وتظهرت بالرسم واكلت قطة الشارع كالعادة وفي الوقت ده كانت منظمة مع 3 عمل من المساد وصلوا بيروت مخصوص لتنفيذ العملية معاها واستأجر واحد من العمل عربية نوعها فولكسفاجن وقام العميل التاني بتفخخها علشان تنفجر باللاسلكي اما العميل التالت فاستلم العربية وركنها على الطريق اللي بيعدي منه القائد الفلسطيني كل يوم فاستلمت اريكا جهاز اللاسلكي وانتظرت ساعة الصفر ولما تحركت عربية سلامة الشيفورليه كان بيرفقه عربية حراسة واول ما قرب سلامة بعربيته من العميلة اريكا ضغطت الاسرائيلية على زر جهاز اللاسلكي وانفجرت السيارة المفخخة وقطاحت بعربية البطل القائد علي حسن سلامة اللي اتقتل في الحال ومن اشهر عميلات المساد شولا مات كوهين وشهرتها شولا الحقيقة ان شولا اتولدت في الارجنتين وكان والدها تاجر قام بتزوجها لتاجر يهودي لبناني اسمه جوزيف كاشك وسكنت معاه فحارة اليهود في وادي ابو جميل في بيروت عارفين شولا المساد الاسرائيلي سماها ايه بعد نجاح عملياتها ببراعة سماها لقلقة المساد واطلق عليها كمان اسم سفيرة اسرائيل في بيروت لانها استخدمت كل حيل مصيادة العسل النسائية لتحقيق اغراضهم الصهيونية بمنتهى البراعة فكانت بتصطاد الرجال عن طريق تجنيد شبات يهوديات جميلات علشان يوقعوهم في شباكهم وكانت مهمتها الاساسية هي تهجير اليهود من لبنان على اسرائيل وهما بقى يكملوا شغلهم هناك شولا كوهين اتمكنت من خلال عملها من انها توصل لمراكز القرار وعملت علاقات مع شخصيات سياسية وامنية من وزراء ونواب لاغراض سياسية بحتة لحد ما تم كشف امرها سنة 1961 وصدر حكم بالسجن على شولا لمدة 20 سنة قضت منهم 6 سنين قبل ما يتم تسلمها لاسرائيل بعد حرب 67 فعملية من عمليات تبادل السجناء وكانت دي اول عملية تبادل بين لبنان واسرائيل ولان لبنان قريبة من حدود اسرائيل فكانت عمليات جاسوسية نسائية كتير بتحصل فيها فكان منها برضو العميلة يائل من اللي سهمت في عملية فرداء وراح ضحيتها 3 من القضى الفلسطينيين وهم ابو يوسف النجار وكمال ناصر وكمال عدوان وده حصل لما يائل قدت اشارة للجهاز بالبدء اول ما قربت من الهدف علشان يغتلوهم ونفذت العملية وحدة سيريات متكال وهي وحدة استطلاع هيئة الاركان العامة الاسرائيلية والمتخصصة في العمليات اللي زي دي وبما اني بتكلم عن حية المصايد العسل يبقى لازم اذكر وزيرة الخارجية السابقة سيبي ليفني اللي كانت من اشهر عملاء اسرائيل اللي دارت حواليها اخبار كتيرة تعلقت بمهارتها في الاغواء الجنسي ليفني انهت خدمتها العسكرية كملازم اول في الجيش وعملت في تمانينيات القرن اللي فات لصالح الموساد وعلشان تحقق اهدافها اشتغلت خدامة في بيوت الاثرياء العرب وكمان لأحقت قادة منظمة التحرير في معظم دول اوروبا ومن ضمن مهام الاغراء الاكثر شهرة في الموساد اللي حصلت في سنة 1986 كانت على ايد العميلة شيريل بنتوف المعروفة بالاسم الحركي ساندي ساندي قدرت انها تخدع الخبير الفني النووي فعنونو واقنعته بانه يسافر معاها على روما واقتنع وسافر وهناك تم اختطافه ونقله في عملية شهيرة جدا على اسرائيل الحكاية حصلت بالزبط لما الموساد عرف ان فعنونو ادى معلومات سرية عن المفاعل النووي الاسرائيلي دايمونة لصحيفة سندي تايمز فقرروا انهم يعتقلو لكن فعنونو كان غادر الاراضي المحتلة واقام في بريطانيا وبحسب المعاهدات الامنية بين جهازين المخابرات الاسرائيلي والمخابرات البريطاني فما عرفوش ان هم يختفوا فعنونو وهو على الاراضي البريطانية وللسبب دا قرر الموساد استدراجه لانه يسيب بريطانيا بارادته الشخصية ويسافر على ايطاليا عشان كده جندوا عميلة الموساد الشقراء ساندي اللي عرف اتخدعه وتوقعه في مصيادة العسل لانها لعبت عليه دور سائحة امريكية اتعرفت عليه بالصدفة وبعدها اقنعته بطريقتها الخاصة انه يقضي معها عطلة اخر الاسبوع في روما بايطاليا وبعد وصوله لروما بساعات قام عملاء الموساد باعتقاله وبعدها نقلو للاراضي المحتلة وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 18 سنة بتهمة التجسس وخيانة اسرائيل وكشف اسرار بلاده النووية ما ينفعش كمان ما نتكلمش عن دور مارسال نينو في عملية لافون مارسال دي كانت فتاة يهودية من موليد القاهرة اتحكم عليها في مصر بالسجن لمدة 15 سنة بعد ما اتكشف امرها بالتجسس ضد مصر ومحاولة قيامها بعدد من التفجيرات في مناطق مختلفة وبعدها تم اطلاق صراحها في عملية تبادل السجناء ما بين مصر واسرائيل بعد حرب 67 راحت بعد كده وعاشت في اسرائيل ومنحوها رتبة مقدم بعد الخدمات اللي قدمتها لصالحهم العملية اتسمت بعملية لافون لانها كانت في عهد وزير الدفاع بن حاس لافون اللي كان بيقول انه ما يعرفش حاجة عن العملية رغم ان الكولينال بنيامان جابلي مدير الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية وقتها اكد انه كان بيتلقى اوامره مباشرة من لافون طبعا كلامنا يا صديقي عن دور العنصر النسائي في المساد فكرني بعملية اختطاف الضابط النازي ادولف اخمن من الارجنتين ونقلوا لاسرائيل على متن طيارة العملية دي شارك فيها 8 عملاء بقيادة رافايل ايتان منهم عميلتين قائد العملية خدر اخمن وبعدها نقلوه على السنغال ومن بعدها على اسرائيل وكانت البداية بواحدة من العميلات اللي اسمها نيسياهو كانت بتجيد اللغات الهولندية والالمانية والانجليزية سفرت على الارجنتين بتكليف من المساد الاسرائيلي واشتغلت مديرة لمنزل اخمن والضابط النازي الهربان لامريكا الجنوبية ما اكتشفش حيقتها للأسف لانها لعبت عليه لعبة الخداع بشكل محكم وقدرت انها توصل معلومات عنه للمساد وتعرفهم مكانه واخباره بالتفصيل اتحاكم اخمن في جلسات مشهورة واتحاكم عليه في النهاية بالاعدام وحرقه جثمانه ونثره رماده في البحر بالمناسبة يا صديقي لو عايز تعرف هما ليه استهدفوا ادولف اخمن يبقى لازم تروح تشوف الحلقة اللي عملناها عنه على قناتنا المهم ان في بحث اجرته مؤسسة زاموت الصهيونية بيحمل اسم العلاقات الجنسية في سبيل الامن القومي وكان مفاد البحث ان الكيان الصهيوني استفاد جدا من العمليات دي وفي اكتر من مرة فعلى سبيل المثال قامت فتاة من الجاسوسات الاسرائيليات باقناع واحد من الطيارين العراقيين بانه يهبط بطائرته المج في مطار من المطارات الاسرائيلية واستهدفوه بعد كده اما عن رأي الفكر الديني الصهيوني في تجنيد الفتيات للتخابر فهتلاقيه مش بيمانع اطلاقا من السماح للمجندات باستخدام اساليب مصيادة العسل من الاغراء والغواية حتى الوقوع في المحزور لو كان الهدف منه اسقاط الاعداء في شباكهم ومش بس كده دول اعتبروا عندهم نوع من العبادة لخدمة وطنهم ولذلك اباح اكبر واشهر الحخمات في دولة الكيان واللي هو اري شافت ممارسة الجنس الكاملة للنساء اليهوديات مع الاعداء مقابل الحصول على معلومات ونشرت صحيفة يديعوت احرانوت الاسرائيلية مقابلة مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة سيبي ليفني وقالت فيها ليفني كلام خطير جدا قالت انها قامت بالكتير من العمليات الخاصة في فترة عملها في المساد كمان قالت مواقع وصحف عربية بناء على ردودها في اللقاء ده واللي نقالته يديعوت اصلا عن مجلة التايمز البريطانية اللي اجرت اللقاء معاها في 2009 انها اقامت علاقات غير مشروعة مع شخصيات مهمة كتير بيشغلوا مناصب حساسة وده علشان تبتزهم ويتم الايقاع بيهم لصالح جهاز المساد الاسرائيلي اشارت كمان انه مفيش عندها مانع تماما في ممارسة علاقات من النوع ده او حتى القتل بغرض الحصول على معلومات تفيد بلدها وانه كله لصالح وطنها وانها بتعتبر ده شيء شرعي وانه قتل ارهابيين شيء غير محرم وده من وجهة نظرها يعني من المعلومات المهمة كمان اللي نشرتها صحيفة يديعوت احرونوت ان اجمالي عدد النساء اللي موجودين في المساد وصلت لنسبة كبيرة جدا واللي بيلعبوا دور مهم في تفعيل التطبيع بين اسرائيل ودول الخليج ومن الحكايات عن قوة نساء المساد اللي اتحكى عن ان واحدة من مجندات المساد قدرت تعمل علاقة مع رئيس لجنة الطاقة النووية في سوريا ابراهيم عثمان وخلال وجودها معاه في فندق في العاصمة النمساوية فيينا قدرت انها تاخد معلومات مهمة من على تليفونه والحاسوب الخاص بيه وتسربها لاسرائيل واللي من خلال المعلومات دي قامت اسرائيل بقصف المفاعل النووي السوري سنة 2007 الخلاصة يا صديقي ان ادوار النساء الاسرائيليات في المساد كتير جدا صعب احكي عنها في حلقة واحدة لكن الغرض من الكلام عنهم هو علمنا بالمبادئ اللي هم ماشيين عليها واستخدامهم المباح تماما لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة او بمعنى صح الغاية تبرر الوسيلة الدنيئة وبكده تكون خلصت حلقتنا هستنى رأيكم كالعادة في التعليقات وما تنسوش تقولولي عاوزين مواضيعي تانية نعرضها في القناة ما تنسوش كمان تشوفوا المواضيع اللي فاتت والمواضيع اللي جاية وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد سلام ترجمة نانسي قنقر